أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص سبعة رجال لاستكشاف أخبار الفرس وأمرهم أن يأسروا رجلا من الفرس إن استطاعوا فبمجرد خروج السبعة رجال تفاجأوا بجيش كبير من الفرس أمامهم وكانوا يظنون أنه بعيد عنهم فقالوا نعود إلا رجل منهم رفض العودة إلا بعد أن يتم المهمة التي كلفه بها سعد وبالفعل عاد الستة رجال إلى جيش المسلمين واتجه بطلنا ليقتحم جيش الفرس وحده التف بطلنا حول الجيش وتخير الأماكن وتخير الأماكن التي فيها مستنقعات مياه وبدأ يمر منها حتى تجاوز مقدمة الجيش الفارسي المكون من أربعين ألف مقاتل ثم تجاوز قلب الجيش حتى وصل إلى خيمة بيضاء كبيرة أمامها خيل من أفضل الخيول فعلم أن هذه خيمة رستم قائد الفرس فانتظر في مكانه حتى الليل وعندما جن الليل ذهب إلى الخيمة وضرب بسيفه حبال الخيمة فوقعت على رستم ومن معه بداخلها ثم قطع رباط الخيل وأخذ الخيل معه وجرى وكان يقصد من ذلك أن يهين الفرس ويلقي الرعب في قلوبهم وعندما هرب بالخيل تبعه الفرسان خير فرسان الفرس فكان كلما اقتربوا منه أسرع وكلما ابتعد عنهم تباط حتى يلحق به لأنه يريد أن يستدرج أحدهم ويذهب به إلى سعد بن أبي وقاص كما أمره فلم يستطع اللحاق به إلا ثلاثة فرسان فقتل اثنان منهم وأسر الثالث كل هذا فعله وحده فأمسك بالأسير ووضع الرمح في ظهره وجعله يجري أمامه حتى وصل به إلى معسكر المسلمين وأدخله على سعد بن أبي وقاص فقال الفارسي أمني على دمي وأصدقك القول فقال له سعد الأمان لك ونحن قوم صدق ولكن بشرط ألا تكذب علينا ثم قال سعد أخبرنا عن جيشك فقال الفارسي في ذهول قبل أن أخبركم عن جيشي أخبركم عن رجلك أرجلكم فقال إن هذا الرجل ما رأينا مثله قط لقد دخلت حروبا منذ نعمة أظافري رجل تجاوز معسكرين لا يتجاوزهما جيوش ثم قطع خيمة القائد وأخذ فرسه وتبعه الفرسان منهم ثلاثة فقتل الأول ونعدله عندنا بألف فارس وقتل الثاني ونعدله بألف والإثنان أبناء عمي فتبعته أنا وفي صدر الثأر للإثنين الذين قتلا ولا أعلم أحدا في فارس في قوتي فرأيت الموت فاستأسرت أي أنه طلب الأسر فإن كان من عندكم مثله فلا هزيمة لكم ثم أسلم ذلك الفارسي بعد ذلك أتعلمون من البطل الذي أذهل الفرس واخترق جيوشهم وأهان قائدهم إنه البطل طليح بن خويلد الأسدي